كيف حالكم اخباركم ايه؟ ناس كتير بتحكي و بتتكلم عن الظاهرة اللي هتحصل بكرة الظاهرة دي هي ان عطارت كوكب عطارت هيمر من قدام الشمس الظاهرة دي بيقولوا انها فريدة من نحة ولكن مش نادرة ليه؟ لان هي بتحصل كل 13 سنة يعني السنة اللي هيحصل فيها تاني بعد اللي هيحصل بكرة ان شاء الله هتبقى سنة 2032 تبقى في نفس التاريخ في 2032 طبعا المعد القومي للبحوث الفلاكية قالوا ان النظر للشمس في اليوم ده بالعين المجردة قد يسبب العمى او قد يسبب اضرار كبيرة وجسيمة جدا فالناس ما تتزكاش ومسلا تلبس نظرة شمس و تقولك انها هتبص طب امتى النظرة دي هتحصل؟ الظاهرة دي هتحصل من بداية من الساعة 2.35 دقيقة الظهر و هتستمر حوالي 5 ساعات يعني لحد تقريبا الساعة 7.5 فيا ريت ما نبصش للشمس كتير في الفترة دي دي زي ما قال المدير المعد القومي للبحوث الفلاكية طيب في ناس مهتمية بالفلاك في ناس حابة ان هي تشوف الظاهرة دي تشوف كوكب عطارد وهو يبقى مر من امام الشمس طبعا هو ببقى نقطة صغيرة هتمر من امام الشمس نظرا لصغر حجم كوكب عطارد طب الناس اللي حابة بقى تشوف زي ما انا قلت المعد القومي للبحوث الفلاكية و يتيح للناس ان هي تروح بكرة للمعهد و هيبدأوا انهم يخليهم يتفرجوا على الظاهرة دي مع كاميرات وفلات خاصة المعهد هيتيحها للناس ان هي تبص وتتفرج كمان المعهد برضو هيعمل بث مباشر بكرة على الموقع الرسمي ليه طيب بالنسبة للأبراج بقى عبير فؤاد خبيرة الأبراج قالت ان هو ممكن يكون ليه حظ شوية مع برج العقرب ولكن الحظ الاكتر في أبراج تانية اللي هي الأبراج المائية دي كان كل حاجة عن الظاهرة اللي هتحصل بكرة ما تسمعوش لكلام السوشال ميديا اللي بيقولوا ان يوم القيامة و يوم القيامة طبعا ما عرفوش غير ربنا الظاهرة دي بتمر كل 13 سنة فما تخافوش السلام عليكم